وينضم إلينا مجموعة من مراسلين نبدأ من حدود دونباس من دونباس على الحدود الأكرانية الروسية محمد الفنيش وأيضا من الحدود البولندية الأكرانية ومفادنا بهاء ملحم ومن كييف سلام كيالي وأيضا معنا من موسكو الزميل يوسف بيغار ومعنا من واشنطن سهيل الشعر أهلا وسهلا بكم جميعا نبدأ من محمد الفنيش محمد كيف يبدو الوضع في منطقة دونباس وعلى الحدود وما هي آخر التطورات بخصوص وقف إطلاق النار أو خرق وقف إطلاق النار ومن يخرقه وكيف نعم على الوضع هنا لا يزال متشنجا لا تزال لغة الحرب والقذائف مستمرة هنا على الحدود الأكرانية الروسية وعلى الحدود إن جاز الوصف بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا هذه الخرقات التي يقوم بها الانفصاليون أو المسلحون الموالون لروسيا تأتي في ظل ارتفاع حدة التوتر بين كييف وبين موسكو وبالتالي الانفصاليون بحسب المراقبين هنا في أوكرانيا وعلى الأقل الموالون لرؤية واشنطن ورؤية بروكسل يرون أنه يحاول الانفصاليون جر أوكرانيا إلى حرب مباشرة مع روسيا وبالتالي يقومون بالقصف المتتالي شاهدنا البالحة على ليلة سوداء من القصف اليوم كذلك خلافا للأيام الماضية كان القصف فقط في المساء اليوم القصف كان متكررا في نهار اليوم وأعلن الجيش الأوكراني قبل قليل عن جرحة حد جنوده اللي يرتفع عدد الجرحة إلى خمسة جرحة ناهيك عن مقتل جنديين أوكرانيين كما كشف الجيش الأوكراني هذا الصباح نقاط عدة من الحدود هنا على كل هذه الكيلومترات التي نتحدث شرقا في تجاه روسيا أو في تجاه الانفصاليين عندما نقول الانفصاليين نتحدث عن جمهوريتين على جمهورية دونياسك وهي جمهورية تؤمن بنفسها أنها دولة مستقلة لكن بدون اعتراف دولي حتى روسيا لا تعترف بها وهي على محادات من هنا على بعد كيلومترات لكنها داخل إقليم دونياسك بمعنى مدينة دونياسك هي جمهورية دونياسك التي تسمي نفسها دولة مستقلة اللوهانسك هي جمهورية أخرى تسمي نفسها مستقلة بدون اعتراف دولي بدون اعتراف حتى روسيا وهي كذلك جزء من الانفصاليين هاتان الجمهوريتان يحاولان التقدم في اتجاه الغرب بمعنى في هذا الاتجاه في اتجاه الحدود نهاية أوكرانيا في حدودها مع مالدوفا عندما نتجه جنوبا على أن نتحدث عن شبه جزيرة القرم على بحر أزوف وعلى البحر الأسود وبالتالي أوكرانيا محاطة من الشرق ومحاطة من الجنوب نتحدث شمالا هناك مناورات في بيلاروسيا بين الجيش الروسي والجيش البيلاروسي ولا تبعد بيلاروسيا إلا بضع ساعات ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بالسيارة عن العاصمة الأوكرانية كييف وبالتالي هناك تخوفات لكن هذه الحرب وهذه القدائف واستعمال طائرات بدون طيار قدائف الهاون من عيار 120 ميليمتر كل هذه القدائف التي تنهال أحيانا على المدنيين تم قصف مدرسة قبل تقريبا ساعة ونصف من الآن مراكز الجيش الأوكراني يعني بتعتبر هدف مستمر للانفصاليين الجيش الأوكراني باعتباره جيش مرتبط بدولة مرتبط باتفاقيات مينسك يصبح مقيدا وهيئة أو بعتة الأمن والتعاون التي تصهر على حماية اتفاق مينسك توتق هذه الخرقات وغالبا تميل الكفة في التوتيق إلى الجيش الأوكراني على أنه يحترم أكثر مقارنة مع الانفصاليين الانفصاليين بدورهم يقولون أنهم يتعرضون لوابل من القصف من طرف الجيش الأوكراني وأنهم قاموا بأجلاء الأطفال والنساء وكبار السن رأت الأمر أوكرانيا أنها فقط محاولة لسحب المدنيين وتغيير ذلك بجنود انفصاليين في بنايات مدنية للضغط أكثر على الجيش الأوكراني نعم ننتقل إلى الحدود البولنديا الأوكرانية ومن هناك موفدنا بهاء ملحم بهاء كيف يبدو المشهد من هناك وما هي أهم المواقف الأوروبية خصوص التصعيد الذي يحدث في أوكرانيا والحديث عن أن روسيا قد بدأت بالفعل سيناريو الحرب على الأرض لا تزال من حولنا حركة الإمدادات العسكرية الأمريكية مستمرة منذ دقائق قليلة تبعنا حركة لعدد من المروحيات الأمريكية التي تنقل الجنود والعتاد إلى هذه النقطة عند هذا المطار جنوب شرق بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا لا تزال هذه الحركة قائمة ومستمرة القوات الأمريكية التي أتمت إرسال الوحدات الإضافية والدفعات الإضافية خلال الأيام الماضية التي قدرت بثلاث ألاف جندي تتخذ من هذا المطار مركزا لها مضت إلى بناء عدد من المخيمات التي تتمركز فيها عدد من القطع العسكرية والإمدادات والعربات منهي كذلك عن الجنود من خلفنا ربما بالإمكان مشاهدة بعض القطع العسكرية المتمركزة على جانب مدرج هذا المطار للقوات البولندية ضمن مظلة حلف الناتو بالتالي هذه التحركات على هذه المنطقة قرب الحدود مع أوكرانيا تظل مستمرة تسعى من خلالها الولايات المتحدة إلى بحث رسائل التطمين للدول الحليفة في حلف الناتو وإلى التحضير لما قد تحمله الساعات المخبلة من أي تصايد وما قد يضطر هذه القوات الأمريكية وغيرها للتعاطي مع مستجدات ديسيما مستجدات على الأرض في ضوء مخاوف من موجات نزوح ولجوء لمئات ألاف الأوكرانيين حال اشتعلت الحرب فعلا خلال الفترة المخبلة سياسيا تظل الأطراف تتابع بقلق ما يجري في شرق أوكرانيا وبتدعو للالتزام باتفاق وقف اطلاق النار هناك وبتدعو لضبط النفس والتهدئة بولندا بصفتها رئيس مجلس هذه الدورة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية كانت خلال هذا اليوم دعت لجلسة استثنائية غدا بطلب من أوكرانيا لبحث التطورات في شرق أوكرانيا وللمضي لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الاتفاق الهش لوقف اطلاق النار وتطويق أي مخاوف من اتساع دائرة القتال هناك في ضوء تصاعد هذه المؤشرات الغربية حول احتمالات التحرك العسكري الروسي بالتالي التحركات على الأرض قائمة ومستمرة القلق قائم ومستمر كذلك في المسارات السياسية وبتظل الأمال معقودة على إمكانية تطويق كل هذا التصعيد من خلال هذه التحركات سواء البولندية ضمن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي تشمل عدد من الدول أو من خلال الاتصالات الأوروبية الروسية المباشرة من خلال التحركات الفرنسية بالتالي ننتظر ونرى ما الذي قد تحمله الساعات المقبلة في ضوء هذه المساعي فعلا لتطويق هذه التطورات الماضية أكثر فأكثر نحو التصعيد نعم نتحول مرة أخرى إلى كييف سلام كيالي مفدنا إلى هناك كيف هي المواقف السياسية والتقييم الميداني لما يجري في المنطقة دونباس وأيضا كيف تستقبل كييف سلة المواقف الأوروبية الداعمة نعم بطبيعة الحال هذا ما كانت تسعي إليه هو جمع المزيد من المواقف الدبلوماسية السياسية الدعم السياسي العسكري أيضا وأيضا الاقتصادي لا ننسى أن هناك أزمة اقتصادية باتت تواجهها أوكرانيا بسبب الحشود منذ نوفمبر الماضي قبل قليل كان قد تحدث زيلينسكي عن مكالمته مع الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرو هذه هي المكالمة الثانية خلال 24 ساعة بالأمس كانت المكالمة تدور حول الانتهاكات من الانفصاليين الذين هاجموا حافلة فيها صحفيين عند الحدود بين الانفصاليين والجيش الأوكراني اليوم المكالمة كانت بطبيعة الحال تأتت بعد محادثة الرئيس الفرنسي مع نظيره الروسي بوتين بمعنى أنها كانت للإحاطة بما جرى وأيضا لتثبيت الموقف الفرنسي على ما قاله في التغريدة ولتنسيق المواقف والإطلاع فرنسا على آخر المسجدات على الحدود الآن ميدانيا منظمة الأمن والتعاون على تحدثت عن أكثر من ألفي خرق من قبل الانفصاليين تجاه الأراضي الأوكرانية وزير الخارجية الأوكراني كان قد قال بأننا لا ننوي أن نقوم بأي عمل عسكري لاستعادة أو لفرض السيطرة من جديد على هذه المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليين لكن ما يجب القول بأنه أيضا ركز كما قال زيلينيسك بالأمس عادها اليوم كوليبة وزير الخارجية بأنه على الدول الأوروبية في نهاية المطاف أن تفرض الآن العقوبات على روسيا يجب أن يكون هناك عقوبات قبل أن يتم الغزو لكي تتطعز روسيا أو تردع روسيا من أي فكرة أو من الأقدام بالفعل على غزو أوكرانيا سواء من جهة الشمال أو الشرق أو الجنوب من جزيرة القرمة الآن على اليوم كان من المفترض أن تنتهي المناورات في بلا روسيا من قبل 30 ألف جندي ومنظومتين صواريخ S412 طائرة سخوية يبدو أن هذه المناورات مستمرة وزير الدفاع الأوكراني أو قائد القوات المسلحة الأوكرانية المشتركة اليوم كان قد أعلن أيضا بأن هذه المناورات مستمرة بمعنى أن الحذر والحيطة والاستعداد من الأوكرانيين مستمر والاستفزاز على الطرف الآخر من الحدود من قبل روسيا عفوا للضغط والحصول على المزيد من الواقف أيضا مستمر على نتحول إلى موسكو من هناك يوسف بيغار يوسف تتبلور الصورة والقناعات لدى الأوروبيين والأوكرانيين بأن الانفصاليين يتحركون بوتيرة متصاعدة روسيا تمدد مناوراتها العسكرية مع بلا روسيا هذه إشارات على أنها تريد أن تذهب للحرب ورغم ذلك هناك جهود دبلوماسية اتصالات من الرئيس الفرنسي هذان المساران إلى أين يؤديان؟ على المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال بالحرف الواحد روسيا هي آخر دولة تفكر في نطق كلمة الحرب وتفكر في إقامة حرب في الوقت الراهن دع الشركاء الغربيين إلى ضرورة وقف هذه الحالة من الهستيريا التي تدعو إلى أو تشكك في نوايا روسيا وتتحدث عن إمكانية تقوم روسيا بعمل عسكري ضد أوكرانيا البعثة الدائمة لروسيا في الأمم المتحدة انتقدت وبشدة التقارير الاستخباراتية البريطانية والأمريكية التي تحدثت عن إمكانية عدوان عسكري روسي على أوكرانيا وصفت هذه التقارير بأنها تفتقد للمستقية وللموضعية وبأن الهدف منها وإثارة حالة من الاستفزاز وتشجيع سلطات كييف للقيام بعمل عسكري في دنباس وما أكده المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عندما أكد بأن اختلاف الموعيد الآتية من الغرب حول إمكانية قيام روسيا بعمل عسكري ضد أوكرانيا ما من شأنه تشجيع كييف للقيام بعمل عسكري في دنباس وإنهاء هذه الأزمة بالقوة العسكرية في وقت تتمسك فيه موسكو بالعمل الدبلوماسي والسياسي في إطار ضرورة تنفيذ اتفاقات منسك تبدو اللهجة الدبلوماسية والسياسية هي طاغية على الكلام والخارجية الروسية لكن في إطار أيضا أو في تزامن مع منورات عسكرية أجرها الرئيس الروسي برادين بوتين وأشرف عليها بوتين بالأمس في إطار ردع الاستراتيجية والتي جرب فيها عدد كبير من سواريخ الفرد الصوتي وهي رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلس وواشنطن في ذلك التوتر المستمر بين روسيا والقوى الغربية حول الضمانة الأمنية نهيكة ما سمعناه اليوم من وزارة الدفاع البلاروسية التي قامت بتمديد منورات حزم الاتحاد في الأراضي البلاروسية المشتركة مع روسيا بأسباب مختلفة من بينها بأن الأوضاع متصاعدة في منطقة دنباس وبأن الغرب أيضا يقترب من الحدود الروسية البلاروسية وهناك إشارات مختلفة من موسكو تارة تقول بأنها متمسكة بالعمل الدبلوماسي والسياسي وترفض كل السيناريوهات التي يدعو إليها الغرب للقيام بعمل وعدوان عسكري ضد أوكرانيا وتارة أخرى تستمر موسكو في استعراض قدرتها العسكرية في رسائل واضحة للأطلسي ولواشنطن نتحول أيضا إلى واشنطن من هناك مراسلنا سهيل الشعر سهيل نائبة الرئيس تقول أن بولندا أو عفوا أوكرانيا ليست وحدة في هذه المواجهة هي محاطة من كل جانب بالجنود المعادين ماذا خلف هذا التصريح وهل من مواقف أخرى بخصوص التوتر على الحدود والحديث عن إمكانية قرب وقوع الحرب نعم الولايات المتحدة تقوم بمراقبة الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية عن كثب وكذلك تراقب الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا ويمكن للولايات المتحدة من خلال صور الأقمار الاصطناعية أن ترى تشكيلات القوات الروسية المحتشدة على الحدود وتظهر هذه الصور وجود تشكيلات هجومية على استعداد للانقضاض على أوكرانيا ولذلك فإن الولايات المتحدة تعتبر أن هناك قرار قد صدر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالغزو وأن لحظة الصفر اقتربت جدا وذلك بسبب الصور التي تظهر من خلال الأقمار الصناعية وتمديد المناولات العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا يعتبر أيضا مؤشرا يضيف إلى الشكوك الأمريكية بقرب هذا الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية الولايات المتحدة حذرت مرارا من أن روسيا قد تستخدم السيناريو الذي استخدمته عام 2014 هنا وقالت أن هناك مناورات عسكرية ومن ثم اقتحمت شبه جزيرة القرم وضمتها إليها وهي الآن تقوم بعمل مماثل تحشد نحو 190 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا وتقول أن هناك مناورات عسكرية والولايات المتحدة تعتقد أن هناك رغبة روسية باقتحام الأراضي الأوكرانية وتشكيل حكومة موالية لها ويعني إبعادها عن المحيط الغربي أو عن حلف شبال الأطلسي النيتو والغرب بشكل عام وهذا أمر ترفضه الولايات المتحدة بشكل تام وهي تؤكد على دعمها الكامل لأوكرانيا ووحدة أراضيها ولكن على صعيد آخر نائبة رئيس الأمريكي تحدثت أيضا عن شأن داخلي مرتبط بهذه الأزمة وهي أزمة الطاقة التي قد تبدأ بمجرد بدء العقوبات أو فرض العقوبات الأمريكية على روسيا في حال بدء الغزو الروسي لأوكرانيا روسيا من أكبر الدول ذات احتياطات نفطية وفي حال فرض عقوبات عليها سوف يتناقص المعروض من النفط في السوق العالمي وبالتالي سيؤثر ذلك على أسعار النفط داخليا هنا في الولايات المتحدة وفي سائر دول العالم ولكن منتجات النفطي في الولايات المتحدة أسعارها مرتفعة وهذا أثر على أسعار باقي السلع والخدمات هنا وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية تعد الشعب الأمريكي لإحتمال ارتفاع إضافي لأسعار الوقود وهذا سيؤدي إلى تضخم إضافي ترغب الولايات المتحدة أن تتفاداه ولكن في حال تم الغزو لن يكون هناك بديل عن فرض العقوبات وتحمل هذه العقوبات وحتى تحمل التضخم والأثر الاقتصادي على الولايات المتحدة سوهي للشعر مراسلنا في واشنطن ويوسف بيقار في موسكو ومن كييف مراسلنا سلام كيالي وأيضا على الحدود البولندية الأوكرانية ومفدنا بهاء ملحم وعلى منطقة دومباس في الحدود الأوكرانية الروسية الزميل محمد فنيش شكرا جزيلا لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر